في تقريره الدوري إلى مجلس الأمن حول مدى تطبيق القرار 1559 أكد الأمين العام للأمم المتحدة بن كيمون على أهمية الحوار في لبنان لحل الإشكاليات مشددا على أهمية تطبيق القرارات التي سبق أن صدرت عن هيئة الحوار الوطني برئاسة رئيس الجمهورية ميشيل سليمان معتبرا أن طرح الاستراتيجية الدفاعية الذي قدمه سليمان يشكل مبادرة مهمة يجب أن يبنى عليها بان أشار إلى غياب أي تقدم حسي على تطبيق القرار 1559 مضيئا على مخاوف لا تزال تهدد سيادة لبنان واستقلاله على الرغم من سياسة نائي بالنفس التي يعتمدها رسميا إزاء الأزمة السورية ولفت بان إلى أن التطورات في سوريا نعكست على لبنان في إشارة إلى الأحداث الحدودية التي رصدت خلال الفترة الأخيرة وإلى حادثة تلكلخ من دون إغفال انخراط حزب الله في القتال في سوريا وطالب بان الحكومة اللبنانية والجيش بتكثيف جهودهما لإحتكار انتلاك السلاح مشيرا في تقريره إلى أن الانقسام السياسي وعدم التوافق على قانون جديد للانتخابات وعلى التعيينات الأمنية كلها عوامل تجعل لبنان أقل قدرة على مواجهة التحديات التي تنتظره وإذ دعى بان الحكومة السورية إلى احترام السيادة اللبنانية أعرب عن قلقه أيضا من انغماس لبنانيين في الصراع السوري مجددا قلقه من امتلاك حزب الله لترسانة من الأسلحة خارج سيطرة الدولة ومطالبا الدول الصديقة للحزب وفي مقدمها إيران بتشجيعه على التحول إلى حزب سياسي